هو تاجر يفتقر إلى المؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية هكذا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ساخرا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب ردا على تهديده المتكرر بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران قبل نحو ثلاث سنوات حرب كلامية تشتعل بين الطرفين قبل أيام من انقضاء المهلة التي حددها ترامب للقوى الأوروبية لمشاركة في الاتفاق من أجل إصلاح عيوبه التي يصفها بالفضيعة حرب دفعت الأوروبيين إلى القيام بدور الوسيط بين طهران وواشنطن عبر مقترح اتفاق تكميلي يحاول إرضاء ترامب ولا يصل بالأمور إلى مرحلة إلغاء الاتفاق برمته وهو الأمر الذي جدد الطهران رفضها له مهددة باتخاذ إجراءات لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وبحسب محللين فإن إيران ستقدم شكوى جديدة إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في محاولة للضغط على واشنطن وربما تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ما قرر ترامب إلغاء الاتفاق النووي من جانب واحد ومن ثم ترفع من وتيرة تخصيب اليورانيوم وتعود بقوة إلى تفعيل برنامجها النووي تطور من شأنه إن حدث أن يفاقم حال التوتر والضبابية المحيطين بالاتفاق ووضع إيران في المنطقة ويضع علامات استفهام كبرى بشأن احتمالات تحول الأزمة إلى قنبلة موقوطة قد تأخذ المنطقة بأسرها نحو مواجهة غير محسوبة العواقب في ظل الحرب المحتدمة في كل من سوريا واليمن وفي ظل صراع النفوذ المشتعل أصلاً بين إيران والمملكة العربية السعودية لا سيما بعد إعلان ولي العهد السعودي مؤخراً أن بلاده ستسعى لتطوير قنبلة نووية في حال قيام إيران بخطوة في هذا الإطار نهيك عن تهديدات الكيان الصهيوني بالتدخل ضد إيران إذا مثلت تهديداً حقيقياً له الأمر الذي ينذر بحرب إقليمية ربما تتسع رقعتها لتشمل أطرافاً عدة في المنطقة وخارجها